بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم موفق علي آآ نكمل كلامنا في آآ باخر تعديلات آآ موجودة معانا اربعة واشرين يعني اللي بعدها ان شاء الله وزي ما مع بعض يعني الحمد لله كل ما بنجيب حديثة بنوض نتكلم مع بعض فيها آآ فعلا نكمل احنا كلنا وقفنا عند حتة بتاع التحليل المعاملات بعد ما تكلمنا على الميزانية وقلنا يعني آآ ايه التأسيراتها وازاي تبصلها من ناحية او ان هي اللي هو دي قالك دي معاملات خد بالك دي معاملات ميزانية يعني اغلبتها معاملات ميزانية وازاي تأثيرها على تحليل يعني زي اللي كان بيتعامل مسلا عشان تعمل القيودة اليومية وكده. بتاع نخش بقى في الجديد اللي هو ايه هي يعني عناصر آآ هذه القايمة قايمة او يعني آآ انا رحب اقول عليها ليه لان ده المشهور في العالم كله اللي هو يعني الايفاز الدولي والمفروض يعني الاماكاملة وبرده يعديلوا بلسانهم يعني على اساس اللي في مئة وسبعين دولة داخلين في الايفاز الدولي فبيقولوا اس اوف بستيتمنت اوف فيلانشال بوزيش او اعمل بالانشيت ماشي مفيش مشكل ده او ده تعالوا قل بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ اسمال الله الرحيم ونبدأ اسمال الله الرحيم ونبدأ اه خد بالك شوف او قال لك ايه هنا قال لك ده تعريف يعني برضو خد بالك ده التعريف ده آآ زي ما كنا قلنا اتفق على آآ لما بدأوا يعدلوا الاطار المفاهيمي بتاع المحاسبة كلها سواء الجاب الامريكي اللي هو اللي بيعملوا الفاسب الامريكي مجلس اعداد معايير المحاسبة المالية في امريكا او نفس برضو اللي بيعملوا اللي هو اللي هو اللي في لندن مجلس اعداد معايير المحاسبة الدولية بقى مش الامريكية اللي هو اللي اتنين دول اللي اتنين بورد دول عملوا توافق بقى لهم سنين يقولك امريكا هتخش الايفاز اه الفين واربعة عشر الفين وهم عصلا جاءوا تقولك انا اقوى الاقتصاد وانا البلطلية بتاعت العالم وانا 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 ومسكت الحديد التانى وكل ده وكل ما يقولوا هتخش الايفاز ما تجيش المهم عملوا توافق في الفين وطولة عالى تعديل الكونسيبش والفهم وكو زي ما قلنا كده حتى كانت كانت رسالة الماجستير في الكونسيبش والفهم وكو يعني كنا بنتكلم على تعديل التمانية حتى تعريفات الحاجات تعريفات اتفقوا على التعريف حتى تعريف الاصول اهو الغرض من القواني المالية حاجات كتير اه توافقوا عليها عشان تبقى دي اساسيات والله هنكتري في انت بقى تعمل سياسات مناسبة لمنطقتك غير السياسات بتاعتي مش مشكلة لكن الارضية المشتركة دي حاجة كويسة جدا جدا فهو قال لك من ضمن التعريفيات مسلا الاسيتس 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 كنترول دبي مش اويند خد بالك مش اويند بص اللفز بيفرق الناس دي مفرل وشد وشعرهم لما قرعوا عشان عشان يجيبوهنا المصطلحات دي يعني اه اه الاسيتس مش مش موارد مملوكة للشيء يا عام الحاج ما احنا الارض بتاعيتنا والمصلع بتاعنا والعربية اللي بتوصل الموظفين بتاعيتنا والعربية اللي بتنقل بتاعيتنا دي اسيت يا با اما انت هتجنلنا اللي مش اهلك لا اصلا في حاجات ممكن تكون مش اهلك بس واكتبها في الاصول يا سلام تتجنن اه لا ما فيها امثال كتير هنشوفها زي مثلا الحاجات اللي هي و بتاع خصص تانية يعني في كل معيارة هتلاقي افلام يعني في استثناءات وفي اه فالكلمة كان بتفعق مش اه اه تمامي هي حاجات هتستخدمها في المستقبل بس هي تمت منه عملات سابقة معلومات سابقة يعني ايه يعني اشتريتها في المعضي سرق كاش او ممكن اكون اشتريت العربية دي بمئة الف وبادفع صورت ولسه ادفع في المستقبل بس ده خلاص معاملة يعني سابقة اه 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 سلام مع الكلمة المسيكة يعني اه منافع اقتصادية مستقبلية محتملة في موجودة موجودة قيمة في هذه الاصول اه اما ليه اما ليه يعني انا جايب المكرة دي عشان هنفع المصنع الالمالي ده انا جيبتها منه ولا عايزة نفعهم ولا يتحرقوا حتى انا جايبها علشان هتزود لي المنتجات بتاعت المصنع بتاعي ما تكسبني انا جايب العربية دي عشان اه اكسب بشركة مرسيدي ما تاول عمرسيديس احنا جايبينها عشان نمنل البضاعة ونوفر شحنه ونوفر تكلفة والعمال ما يقفوش وقدرت الانتاج تشتغل واخدت بالك ماشي ماشي عمي يبقى ده تعريف الاصول اه تتعريف الاصول اكزامبلز ايه قرأ عمل الناتف سبيكوز حلو اوه يبقى الاساس عندك في الاصول السابتة الهوب البيبي انديي الهوب بورتي بلاند اند اكويمينت عندك الاستثمارات بوضو طويلة الاجل الاخونت سيببول والانفينتوري بصير الاجل او يعني ده كارنت اصد وده نان كارنت اصدنى تكلف الخنائق دي بعدين بس خلينا كده تعريف جميل او وصغير بوسيط للاصول وامثلة لها طب تعالوا نشوف الليابلتيز اه خد بالك بقى خد بالك بقى بقول لك ايه الليابلتي بتجمع في تعرفها التلات ازمانة الاسد تقال لك ايه دي حاجات انت عملتها من باست ايفنس هتنفعك في الفيوتش او كونوميك بنيفتس انت انت اشتريت عربية ودفعت زمان مئة الف هتنفعك في المستقبل ان انت تنقل بها موظفين وبدوعة ومش عايف ايه انما الليابلتي بص بقى معاك التلات ازمانة يا عم الحج يا رب حجاجنا طيب الليابلتي زي ايه مطالبة حالية الديان واقف على دماغك بص معاها هسجينك لو مدفعتش هم منك فينا الشار اه نتجة المطالبة حالية دي من ايه من باسة ايفنس ومنوقع تسددها امتى في المستقبل يبقى جمعتك في تعرفها برضو كل كلمة فضلوا يشدوا في شعرهم وعدلوها كزا مرة خب بالك. اه تعالي القرية تاني. مطالبات حالية. اه سواء بقى طويلة الاجل او قصيرة الاجل. انت قلت ااخد قرد من البنك عشان تشتغل او اخد مسلا عشان تجيب اه او يعني وصول طويلة فاكيد القرد طويل الاجل. بس ليه فوائد كل سنة. اه والمطالبات شغالة. طلبات حالية. لقرد او يعني سلف انت خدته في المستقبل معاملة سابقة. بس متوقع تسددها تلمزها في الميزانية بقى متوقع تسددها في المستقبل. تمام? اه. اه. البنيفتس. اللي هي الايه? ما خدتش بالك اللي كنوميك البنيفت ليه? الاصول. واضح ان انت كده هتدفع او هتغسل من اصولك سواء بقى يعني اه هتدي الناس دي اسهم هتديهم كاش هتعمل اي حاجة هتبدل الاصول طويل زي ما اتطولت الاجل بقصير. المهم ان انت هتطلع من الايكونوميك بنيفت بتاعتك علشان تعمل ستل من تسوي هذي او تدفع لإيه? الليابلتيز اللي عليك. اكزامبل ايه? اه. غالبا. غالبا. غالبا البونز طويلة الاجل. استنى يا ولا. دي استنى. اه. يبقى اللونز بيابل والبونز دي طويلة الاجل. الاكاونت بيابل ده غالبا. خصوصا لو تريد يعني خاص بالنشاط بتاعك. انت راجل بقال وكاتب كده يفطع على المحل بتاعك الشوكوك ممنوع و الناس بتشكك برضو. فدي اكاونتس ايه? اه. يعني ريسيبابل بالنسبة لك بيابل بالنسبة لهم. طيب. تعال نشوف الايكوتي اخر حاجة. اه. اخد بالك من ريسيد والانت ويست ده لان ده تعريف يعني العالم الغالبا اللي هم حملت الاسهم العادية دول اخر الناس بياخدوا فلوسهم او يعني اه بعد سداد ايه? وبعد سداد كمان ايه? فالايكوتي هي يعني ايه ريسيد وال? الحصة المتبقية من الاصول بعد سداد الايه? بعد سداد الالتزامات. ايه حسابات الايكوتي? خد بالك الكامل ستاك دي تعتبر ده الايه? هي البرفيرد ستاك ده الكابتل بتاعك. بس هو الايكوتي بس كابتل? لا. الناس الارباح اللي ما توزعتش. ايه 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 دي ارباح ما توزعتش اسمها ارباح محفاجة يعني. ايه خد بالك بقى. لما تيجي تعمل يعني زيادة اسمال الايكوتي هتزيد. في حاجة كمان اسمها لو انت بتدي السهم بعلقة اصدار. اه فتلاقي في حسابات كتيرة في الايه? في كلمة ايكوتي دي. لذلك لما تيجي تعمل القيمة يقولك دي قيمة يعني عمودية. كل حساب منهم ليه تغييرات في حاجات بتزود وحاجات بتمقصوا. تمام? بس بتغييرهم انه ده تقريبا هو الاساسي يعني. اللي بيزيد بالارباح بتاع السنة ويقلو بل ايه بالخسار. طب عندي ايه تاني. زي ما قالك ايه التوزيعات يعني انت لو عملت كنتوبوشن عملت زيادة رسمان هتزود الايكوتي. طب لو عملت توزيعات هتقلل الورتيرن ايه ارننج لو حساب من الايكوتي هتقلل الايكوتي خدت بالك. يالله نكمل. ايه خدت بالله بانو حيات دي. دلوقات يقول لك الاساسي ويقلو في اليميزانية نحطوطين في الميزانية كارنط ون او نعم ماشي بس وانت بتحط الكارنط تحط في الاول الاكسر اه ربورتت ان او در اوف وليكوتيتي. السيول الاكسر السيول الاول أن أوردر يعني في التارتيب. تارتيب ايه تارتيب السيولة. اول او ايه تارتيب السيولة الاول. لذلك هتلاقيه حاطة الكاش اعلى حاجة. وبعد كده معك شوية ورق انت مستثمر فيه بس انت ما كنت ورح تبيعه وفي ثانية خلاص تاني يوم تبقى معك الفلوس بتاعته. مش تاني يوم في نفس اليوم يعني. تاني يوم هتحطها في البنك يعني. اه خدت بالك? يلا نكمل? اه بس خد بالك. يقول لك نفس الترتيب لو انت عايز تحط بتاعت السيولة الاعلى والسيولة الاقل في الاخر. نفس الترتيب اللي عملته في الاسيت لازم تعمله في اللايباريتي. ده يعني شياكة كده في الميزانية. تبقى هالكواليتي يعني. ماشي? تعال نكمل. نوت. in some parts of the world assets are listed in the order of reverse liquidity with intangibles and property, plant and equipment listed first. this is known as the production order. this method is not used in the united states. اه يعني هو بيقول لك والله ممكن يعمله بطريقة عكسية بدل الاكسر الاول اللي بيحطوا الايه الاقل الاول. اللي هو بيعني يقول لك production order بيفرحوا بالبيبي اندي احنا عندنا مصانع وحاجات ايه عما اكتب لك كشب اه نص مليون وبتاع. لا ده انا احط لك مصانع وقالات ومعدات بمية مليون ولا مية وخمسين مليون فحط الارقام اللي ايه ايه? التقيلة الاول دي هو production order. هو بيقول لك دي مش مشتخدمة عندنا في الولايات المتحدة بما ان السي امي ايه شهادة امريكية. some variation of the following classifications is used by most entities. assets liabilities. current assets, current liabilities. اه خدت بالك بقى زي ما هيحط هنا current هيحط هنا current. لو هتبدأ بالnon current هتبدأ هنا بالnon current. بس ده الترتيب اللي هو يعني اللي يستحسن يعني. cash accounts payable. certain investments current notes payable. خد لو خدت بقى لك انه هو بيبدأ ايه بالمور liquidity في الاول في الاصول وبرضو هنا accounts payable ده اكتر حاجة يعني اه اه زي ما بقولك كده ب accounts payable فلوس عليك للسبلاير تروح تدفعها وتجيب بضعة ثاني. طبام? لكن البوندس ما شاء نسلم بيقول هتستدد ده فيه بوندس بلد 30 سنة تخيل؟ شوف ازاي بدا من قانت طويل لغة long leave دي اكل لكن ده ده شرط ترم. تمام؟ احنا كنا فيه certain investment. certain investments current notes payable. accounts receivable current securities of non current liabilities. طب ايه 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 بيقول لك يا ابنية اللذين مش عايز يسكت. بيقول لك كونت ماتيورتيز اوف نون كونت لابريت يعني هكذا لما قلنا انت ممكن تكون واخد قرد من البنك بكزا آآ سنة علشان تبني مصنع وبتاعه. حلو. المصنع آآ آآ القرد اللي هو بعشرة مليون ده. آآ هتقعد تسادد فيه عشرة سنين آآ آآ عشرة في المية آآ فكل سنة عليه فوائد مليون يعان هارسوح آآ فالفوائد لصحقة السنة دي سيء ان احنا اربعة وشرين يبقى اربعة وشرين هتدفع آآ مليون يبقى ده الاستحقاق الحالي بتاع هو قرد طويل اجل لسه العشرة اللي مش هتدفعوا بالوقتي. ماشي ده لكن المليون ده بتاع دلوقتي الدفع دلوقتي. هتبالك آآ في حدود الاتناشرة شهر يبقى تعيد تصنيفه من الكارنت. لسه بعد الاتناشرة شهر يوض سنتين تلاتة? لأ. هقليك مع ايه? معك ربنا. يبقى نان كارنت. آآ طيب هو كده خلص في ويكمل لسه كل ده يعني مصوفات مدفوعة مسبقا. انت عليك ايجار الشرك. ماشي? فتقول لي بس مثلا ما صاحب العقاية كل شهر يجي ينطن بجلابيته ديت لا يا عم هتواصلي عم سنة وما شوفش روشك للسنة الجاي ان شاء الله ولا سنة ونص ولا سنتين يبقى السنة دي دي اتدفعت خلاص لكن السنة جايها تعطيها او يعني الوقت اللي لسه مستحقش ده مصوف مقدم. ده اصل ليك ده اصل. مش مصوف. تمام? طيب بالنسبة ليه الزي ما قلنا كده حاجات طاولة الاجل. اه والنن كونت ايه طبعا العقارات دي العقارات يعني ايه عقارات يقول لك اللغة العربية الفصحة اه ما عقرة في ارض وخاجة منها يعني اه يعني الارض بالمبنى عليها. تمام? اللي هي اه المصنع اللي كوب منت المعدات. فدي الحاجات التقائل اللي في الشركة. دي اه يعني دايما اقول لك انت عمرك ما هتحطي لرقم كده مسلا بتقولي ميت مليون. مصانع ومعدات. يا الله يا عم انت اكيد هتفصصها لي ده ارضو اه بس ده يعني ايه? ده عنوان فرع. ماشي? انت نجي بالاسدس بقى عندك انت عندك 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 اه كوبيرايت عندك اي حاجة من الايه? من الاصول الغير الملموسة. ماشي? طيب الايكوتي اه ده ابسط تصنيف للايكوتي ممكن يبقى فيه خمس ست حسابات هنا. طيب تعالى نقرأ بقى كلمة اه ايه الفارق ما بين الغير الملموسة sectors programs. يا عم اثطتي اتابع skolات really طيب التعريف له مهم جدا يجب نسبب بقى يا ابن انت والكالب اللي تحت ده الاسد بيقولك is classified current امتا ويبقى current قالك ايه اكسبك سبتو بيع ويالله ازدين كاش لو الاصل ده هي يعني هيتصف تحول لكاش او يتدع او كونشوند يستهلك اه في خلال او من يرسل ايه نو. الدورة التشغيلية. ان انت تروح تجيب بضاعة وبعلى كده تعرضها. وبعلى كده الناس تخدها مسلا وبعلى كده تحصل تمنع منهم. ويبقى معك فنوس دي كده اشتري بضاعة تاني. دي كده دورة الدورة هي ممكن تكون بيتمها في شهر وفي اتنين في تلات شهور. وممكن تكون مسلا في شركات البترول تلات سنين. يا نهارا بيض اه. يعني ممكن اوصولها عند شركة البترول. تكونك تاني سنة. راجل بقولك ايوه اكسر مش ايوه اقل. خب بالك كانوا بتحقوا علينا في الجامعة. كان يقولك عفوا كان يقولك ايوه اقل. ما بقرر بس بكورسي. ويقولك ايه? كان يقولك ايوم اقل ايوم اقل ان هو رازم يبقى في حدود اتناشر شهر غلط. هي اللي تحكم. حتى لو اكتر من اتناشر شهر ساعة بقولك ساعات الشركات بتنقب او مناجم مناجم الدهب ومناجم الفحم ومناجم اللي مش عاقف ايه بتبقى الاصول بتقعد بالسنة واثنين والتلاتة. وفي حاجات بتصنف ايوه عشان اقلم من الدورات التشغيلية. لان انا بقولك ايوم اكسر. يعني ايوم اكسر. خلاص. في حدود الالتشغيل هيب اكهران. ده مهم او الكلام ده. يالا نكمل. طبعا الكاش والكاش اكيوهولانت اللي هي الكاش ومتشابهات الكاش. الاغراء مالية مثلا. سندات الحكومية دي يقول لك ده انت لو رحت لغاية هناك يعني خلاص مبمونة وفي اي وقت تصرفها تبقى كاش عشان كده اقولك متشابهات الكاش. اه الانديفيدول اللي هي الحاجات اللي هي بقى ايه السيكورتي السيكورتي اوراق مالية. اه اللي انت يعني محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق او يعني متاحة للبيع. اللي انت جايدها علشان بتبيع تشتري فيها دي اصع ورقة للتسييل يعني. اه بس كل طالما في حدود تده تصمف اموال ليك مسلا عند المدينيين اخدوا اه حاجات بالاجل وما دفعوش تمانها بضاعة. تمام? انت خيل انت مسلا اه محل مسلا ادوات كهربائية وبتقصد فياخدوا مسلا السلع المعمرة ديته ويدفعوا لك اقصاد فده يرسيبابل بالنسبة لك الانفينت والبضاع البرباد اكسبينس ما الصفات مقدمة كله ده كارنت اسد. سيت الانديفيدول انفستمنت ان ايكو دي سيكورتي طب اموال ايه الحاجات النون كارنت اه يبقى اللي مش انتبكش عليها الشرط ده. نون كارنت اسدس long term assets are those not qualifying as current. the following are the major categories of non current assets. خدت بالك اي حاجة مش current تتبقى non current يعني ايه يعني اي حاجة مش بينطبق عليها شرط ان هي ايه اقل من المity cycle of one year whichever is longer. اه يبقى اه اه يبقى اه 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 يبقى اه 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 ايكو دي سيكور تلت شهور ا اكتر من تلت شهور يبقى non current لا بس احنا بنقول ايه ما اقسر بالنسبة للسانة aه يبقى اكتر من 12 اشهر يبقى اه اه تمام طيب investment and funds الحاجات دي كلها non-current طبعا زي ما قلنا السيكورتي دي كلها استثمارات يعني أوراق مالية السيكورتي للأسوى مستندات البونس and shares يعني certain available for sale and held to maturity debt securities may be non-current property plant and equipment PPE are tangible operating items recorded at cost and reported net of any accumulated depreciation تعالنا نتكلم بقى بسرعة في البي بي ان دي البي بي ان دي البي ان دي الالات والمعدات والعقارات لأن دي من أطل الحاجات اللي عندك يعني وطيطر بالمحاسب فين اللي هو زي ما قالك كده يعني بقولك بتتسجل بالتكلفة التاريخية ماشي اه تحترم التكلفة التاريخية ولكن خد بالك اه انت عندك معيار مسلا في اه اللي هو اه اه قيمة العدلة وعندك كمان يعني اه ممكن يبقى فيه فاحنا كل سنة بنشوف قيمتها انخفضت ولا لا اه تمام بس في العادي في العادي بتقيم بالايه بالكوس التكلفة التاريخية وكل سنة بعمل لها اهلاك اه الاهلاك ده ايه مصروف مصروف غير ما دي بتحط في لكن في حاجة اسمها اللي هو مجمع الاهلاك اه ده بقى يقولك حساب ايه؟ حساب كونترا اسيت يعني ايه كونترا اسيت يعني قال لقيمة الاصول في الميزانية البروبيتة لاندا اندوكويمانت دي بمية مليون بس عندنا اكوموليتة الاهلاك مجمع بعشرة مليون يبقى مية مليون ناقص عشرة تعرض البيبي اندي بتسعين مليون تمام الحتة دي؟ طيب بسم الله هتبالك بقى قال لك ايه انت ممكن اللاند والنطرال دي يعني ده اللي هو الاستنفاذ او يعني ان تستهلك الايه انما اللي في الاصول اللي هي والحاجات التانية دي ده اسمه اهلاك تمام؟ اما لا في حاجة اسمها التلاتة توزيع له كلمة الاصل على سنوات الانتاجية خد بالك اللي تنجر الاسد فيها عمره محدود وعمره منته وفيه لا تمام؟ طيب تعال نكمل الانتاجية طيب الانتنجابل الانتنجابل اسيت دي اللي هي الاصول غير الملموسة هو بقول لك ننفينانشل اسيت و ملاهج فزيكال سوستانس ملاهج وجود ما تدعوش تمسك زي الانتنجابل و براءات الاختراع و الانتنجابل اللي هي الشهرة طيب الانتنجابل انا مش عارف الفيديو طول ممكن نكمل آآ بعدين آآ لان الموضوع طويل وبالتوفيه ان شاء الله يا رب يكون بالافادة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته